السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في شرح جديد على أرباح في هذا الفيديو سأقديم لكم موقع بانانا تيك فكرة الموقع بسيطة جدا فقط تقوم بتجميع النقاط ما يعرف بي البانانا في هذا الموقع عن طريق لعب الألعاب وإتمام المهام المختلفة مثل الإجابة على الأسئلة بعد تجميع البانانا يمكنك تحويلها إلى رصيد بايبال أو بطاقات هدايا مثل بطاقات ستيم وكذلك باي سيف كارد بطاقات فيزا كارد افتراضية بطاقات ماستر كارد يمكنك شحن ألعابك المفضلة مثل سياس جو وكذلك يمكنك الحصول على بطاقات ستيم وكثير من المكافئات إن شاء الله في هذا الفيديو سنشرح لكم كيفية تسجيل في الموقع طريقة الربح منه مع كافية سحب أرباح وكما تلاحظون الآن يقوم الموقع بعمل مسابقة لربح إذا ضغطنا هنا ستجد شروط المسابقة يمكنك المشاركة فيها المهم الموقع شبيه جدا لي الذي قمنا بشرحه سابقا على القناة نفس الفكرة تقوم بتجميع النقاط عن طريق لعب الألعاب وإتمام المهام الأخرى ثم تحولها إلى رسيد بايبال أو مكافئات أو شحن ألعابك المفضل المهم سنبدأ أولا بطريقة التسجيل بعد ذلك سنشرح كافية الربح وطريقة سحب الأرباح لكن قبل ذلك لا تنسى الدعم عن طريق الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ادعمنا عبر مشاركة الفيديو مع أصدقائك ولا تنسى وضع لايك رابط الموقع تجده كالعادة في بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع ستضغط عليه جاول ناو الموجودة في الصفحة أو سيناب الموجودة في الأعلى تقوم بإضافة الإيميل وتعيد كتابته أو ينبينك التسجيل مباشرة من خلال حسابك على جوجل أو فيسبوك سأقوم بكتابة الإيميل وإعادتي وسأضغط على سيناب من ثم هنا سيطلب مني إضافة يوزر نايم عبارة عن اسم استخدم على ذلك تختار الجنس من ثم تضغط عليه سابميت الموجودة في الأسفل بعد ذلك ستظهر لنا هذه الواجهة سنضغط عليه من ثم هنا كنت لاحظون فكرة الموقع تلعب الألعاب تجمع البانانز أو النقاط من ثم تحولها إلى مكافئات امازون كارد أو سي اس جو شحن ألعابك المفضلة سنضغط على نيكس ثم هنا يطلب مني اختيار المكافئة التي نريد ربحها من الموقع طبعا بعد ذلك يمكنك تغيير طريقة الساحب قد تختار طبعا إذا كنت تريد الحصول على سكين في لعبة معينة سي اس جو أو تريد الحصول على بطاقة فيزا وبطاقة جوجل بلاي اختار هنا بطاقة فيزا كارد افتراضية طبعا يمكننا استخدامها للشيرة من الانترنت سنضغط على نيكس ثم غريت الموجودة في الأعلى الآن حصلنا على خمسون نقطة ثم سنضغط على اي غري الخانة الموجودة أمامها طبعا الخانة الأخرى أتركها كما هي ثم سنضغط على نيكس الآن حصلنا على مئة نقطة طبعا هنا يمكننا اختيار لعبة معينة وتحميلها على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف ثم اتمام المهام التي يقدمها الموقع والحصل على النقاط سنشرح كل هذا بعد ذلك سنضغط على let's go موجودة في الأسفل هنا نجد قائمة بالألعاب التي يمكننا تحميلها أنا سأقوم بتفعيل أول التسجيل في الموقع من خلال الضغط على الرابط الذي سيصلك في رسالة على البريد الإلكتروني بعد الضغط على الرابط ستظهر لك هذه الواجهة يمكنك الخروج مباشرة من هذه الواجهة وكما رأيتم طريقة التسجيل فيها الموقع سهلة جدا الآن سنشرح الموقع بشكل كامل كما قلت هنا في الأهلة جدا مسابقة من المشاركة فيها لربح PS4 هنا تجد طبعا اسم المستخدم وطبعا عندما يمتلئ هذا الشريط ستنتقل إلى الليفل الثاني كلما ارتفع الليفل الخاص بك ارتفعت الأرباح التي تحصل عليه كذلك هنا لدينا أيقونة خاصة بالإشعارات وهنا الإعدادات الخاصة بحسابك المهم هنا القسم الأول هو Game تجد مجموعة من الألعاب اسم اللعبة مثلا هذه War Thunder يمكنك من خلالها العصول على 200 XP لرفع المستوى الخاص بك و160 نقطة أو Bananas يمكنك سحبها كذلك إذا نزلت إلى الأسفل تجد ألعاب أخرى وكل لعبة الأرباح التي ستحصل عليه مثلا إذا اخترنا هذه اللعبة الأولى فقد سنضغط على Play طبعا هنا Description يمكنك قراءتها أو ترجمتها إلى العربية لفهم اللعبة طبعا هنا عندما تقوم بالتسجيل تحصل على 40 XP ثم هناك مهام أخرى يمكنك إتمامها في اللعبة للحصول على المكافأة الخاصة بك وقد تضغط على Play أنا قمت بتحميل اللعبة سابقا طبعا أنت سيأخذك إلى واجهة تحميل اللعبة تقوم بتحميلها على الكمبيوتر الخاص بك وتقوم بالتجهل فيها وإتمام المهام الموجودة هنا في الأسفل كذلك يمكنك النزول وقراءة أهراء المستخدمين الآخرين إذا عدنا سنختار مثلا لعبة أخرى مثلا هذه اللعبة كنت لاحظون نفس الفكرة فقد تضغط هنا على Register يأخذك إلى موقع خارجي هنا تضغط على Play for Free ثم تقوم بالتجهل وإما تلعب أولاين أو تحمل اللعبة على الكمبيوتر الخاص بك بعد ذلك هنا تجد المهام أول مهمة هي التجهل في اللعبة هناك مهام أخرى طبعا يوصل إلى مستوى معين أو إتمام مهام معينة أخرى هذا بالنسبة لي الربح من الألعاب إذا كنت تستخدم التطبيق ستظهر لك ألعاب خاصة بالهاتف كذلك تضغط هنا على Collect bananas لجمع النقاط تجد طرق أخرى للربح طبعا هذه Game Quest التي رأيناها سابقا هي مهام خاصة بالألعاب طبعا هنا Take Survey أو إتمام الاستطلاعات إذا كانت هناك استطلاعات متاحة يمكنك إتمامها هنا تجد مجموعة من الشركات الخاصة بإتمام المهام مثلا أوفر تور تجد فيها عبارة عن تحميل تطبيقات والوصول إلى مستوى معين كما تعرفون طبعا شركات العروض أو شركات المهام هذه CPX ريسيرج خاصة بالاستطلاعات وكل شركة ونوعية المهام الموجودة فيها كذلك هنا تجد فان زون تربح للنقاط من خلال لعب الألعاب أولاين طبعا لا تقوم بتحميلها هي عبارة عن ألعاب تلعبها في المتصفح وتجمع النقاط فقط تضغط على اللعبة وتلعبها وتجمع البانانز أو النقاط كذلك هنا شوب يعني تقوم بالشراء من الشركات وتحصل على النقاط كذلك هنا كما قلت من البداية يمكنك تحميل التطبيق على هاتفك الاندرويد أو الايو اس واستخدامه عوض الموقع هنا السوشيال ميديا يمكنك متابعتهم على فيسبوك وتويتر ويوتيوب والحصول على نقاط اكس بي لرفع المستوى هنا بانانا بيديات عبارة عن قسم داخل الموقع يمكنك من خلاله يجمع البانانز أو النقاط من خلال كتابة مقالات أو إنشاء فيديوهات كما تلاحظون هنا تجد مجموعة من المقالات خاصة بالألعاب يمكنك أنت كذلك ضغط هنا على ورية أرتيكل وكتابة مقال على لعبة معينة مثلا يمكنك استخدام أدوات الثكاء الاصطناعي وإلى آخره لكتابة مقالات هنا بانانا تيفي يمكنك الربح من مشاهدة الفيديوهات تقوم بمشاهدة فيديو مثلما تضغط على نكست فيديو وتقوم بمشاهدة جميع الفيديوهات المتاح هذا بالنسبة لي كيفية جامع النقاط أو البانانز هنا سباند بانانز يعني لساحب الأرباح وقد تضغط عليها يمكنك السحب عبر بايبال هنا ستيم كذلك هنا يعني لشحن ألعاب معينة هنا بطاقات أمازون ستيم كما تلاحظون بروميوم راندوم ستيم هنا كذلك باي سيف كارد هنا سي اس جو وإلى آخره فقط تختار مثلا باي سيف كارد كما تلاحظون يجب أن يكون لديك هذا العدد من النقاط لسحبها خمسة ألف نقطة وعد لعشرة يورو سنعود مرة أخرى إذا اخترنا بايبال طبعا هنا تقوم بربط الموقع بحسابك على البيبال من ثم يبينك الساحب مباشرة عندما تصل إلى الحد الأدنى امازون نفس الشي تختار الطريقة المناسبة لك هنا امازون طبعا بطاقات امازون هناك بطاقات خمسة يورو وعشرة يورو وإلى آخره ضغطنا هنا على كلاسك فيو طبعا تظهر لنا بواجهة أخرى ضغطنا هنا على كيفت كارت ونتجد بطاقات ستيم طبعا تختار الطريقة المناسبة لك إذا ضغطنا هنا على بلانا بيت طبعا تقوم بعمل بيت إن حبارة عن رهان طبعا لانصعكم بها هنا فورم أو المنتدى الخاص بالموقع يمكنك من خلاله تعرف على طرق جديدة للربح التواصل مع المستخدمين الأخرين وتعلم كيفية العمل على هذا الموقع كذلك هنا تجد كيفواي أو هدايا يمكنك الضغط على أنتر والمشاركة في هذه الهدايا أو المكافئات ضغطنا هنا على أثر هنا تجد يوربانانا يعني النقاط الرانكينج المستوى الخاص بك كذلك إذا ضغطنا هنا على أنفيت فرنت يمكنك زيادة أرباحك من مشاركة ربط الإحالة الخاص بك مع أصدقائك وعلى كل شخص تقوم بدعواته ويقوم بجمع خمسمائة بانانس تحصل أنت على واحد يورو إذا هذا هو الموقع كما رأيتم طريقة العمل عليه سهلة جدا الموقع صادق وموثوق الفكرة الأساسية في الموقع أنه يتعامل مع شركات خاصة بالألعاب تقوم بتحميل الألعاب وتجرباتها وتحصل على مكافئات من الموقع كذلك يتعامل مع شركات خاصة بإتمام العرض والمهام نفس الفكرة تقوم بإتمام المهام مثل تحميل التطبيقات وإلى آخره وتحصل على النقاط هذه النقاط يمكنك تحويلها إلى طريقة السحب التي تفضله رابط التجربية الموقع ستجده في صندوق الوصف إذا أعجبك الشرح لا تنسى مشاركته مع أصدقائك ادعمنا بي وضع لايك وإذا كان لديك أي سؤال يمكنك تركه في التعليقات وإلى اللقاء نلتقي في شرح جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة